كلها يعني السعي هو شيء أساسي في حياتنا يعني يوم طويل أخر الواحد بيرجع البيت مجهود عضلي مجهود ذهني بيستقل ساعات الواحد فينا بالوقت الخاص اللي بيديه لنفسه اللي بيفرده لنفسه سواء حتى أنت الأم اللي بتفرج علينا اللي أنا كنت زيك ودلوقتي بحاول أوجد التوازن ده أني أدرك أنه وقتي اللي بخصصه لنفسي عشان أكون كويسة هو مش أنانية هو بالعكس هو هيخليني أفضل بصحتي وأحس أني لما بفرد وقت لنفسي أني بدي نفسي حقها فأقدر أكون أم أحسن أقدر أكون إنسان أحسن أقدر تاني يوم أروح على شغلي أحسن مش لازم اللي منعمله ده كل يوم مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع عارفين فكرة السبا أنه إحنا منروح على السبا وندفع فلس قد كده أنا بحب أروح السبا كل فين وفين وأعمل مساجق الأخير بس نقدر نحول من مكونات طبيعية بسيطة في حياتنا من ما طبخنا ومن عند العطار وقت الخاص فينا بالليل مرة في الأسبوع ويا ريتي بقى تاني يوم مش هنصحى بدري مثلا الويكند وحنصحى تاني يوم ننام برحتنا ونصحى برحتنا من الحاجات اللي بحبها جدا مشروب البابونج ده يوميا ممكن تاخدوه من الحاجات اللي بتهدي البابونج اللي هو كاموميل أو كاموميل بقولوا عليه هو عشبة وردة كده بيضة في النص بقى صفرة رحتها تجنن طعمها حلوة قوي ده من المشروبات اللي بتهدي مش عايزين نلجأ بسرعة للحبوب اللي هي بتبقى لازم مبدئيا المهدئة تحت شراف الطبيب ليها أسباب طبية ليها جرعات معينة سواء في بداية زي نتدرج بيها زي نتخلص منها وأغلب الأطباء ما بيحبوش يلجأوا لها ولا إحنا تعالوا نحاول الحاجات طبيعية هنعملها النهاردة نعمل روتين أسبوعي دينا نحب فيه نفسنا لأنه ده مش أنانية بالعكس حب النفس هو القدرة على حب النفس والعطاء للآخرين هنبتدي بالسكراب قلنا أنه يوميا إحنا منتعب فيوم في الأسبوع كده نبتدي أول حاجة نقشر الجلد الميت جلدنا أكبر عضو في جسمنا هندخل فيه فوائد عشان ندخل فوائد دي لازم نعمل سكراب السكراب ده بسيط جدا جدا مكوناته هناخدها قدامنا أهي كل حاجات العطارة هنا إحنا جايبينها ما بين رجب العطار وما بين أزهير بالذات اللافندر النهاردة اللافندر نفسه وردة اللافندر دي اللي رحتها كده لها ارتباط في ذهني رهيب بالسبا والأماكن اللي هي بتبقى فيها الأروماثرابي زيوت العطرية اللي بحطها بالفواحة بصوا بيبقى لونه بنفسي جي أنا بابا زرعه في المزرعة في الأردن كنت بحب يوميا كل يوم الصبح بيبقى كده طويل زي الأكواز يوميا الصبح بقى النحلة دايما أصلا عنده بيطلع زي النقل العسل طعم اللافندر يوميا أخذ شوية وفرقهم كده بإيدي وأشموهم براكتسز أو ممارسات بسيطة ممكن تأثر جدا على حالة نقل عصبية هنعمل إيه؟ هناخد طبق ونخلط مكونات سكراب إذن هنا هدفه التقشير وفتح المسام عشان تستقبل أي مرهم أو أي كريم أو أي مغطس هنعمله النهاردة عشان نرتاح هنبتدي أول حاجة بالسكر السكر من المكونات الطبيعية اللي بتدينا التقشير هو زي السنفرة شايفين؟ لما منلمس السكر كده بيساعدنا بطريقة طبيعية أنه نقشر الجلد هنحط إحفاظ المكونات أو شوفوها على الفيسبوك أنا قدامي الورقة هي عشان ما نعملش مقادير غلط نعملها مظبوطة عندنا كبايتين من السكر معاهم معلقتين من الملح وخلينا نحط الملح الخشن الطبيعي البحري اللي هو آه شايفينه؟ اللي مجيبه برضه من العن العطار مصر مليانة أنواع ملح بحري هنحط على 2 كوب سكر 2 معلقة ملح هنضيف إيه كمان؟ هنضيف هنا الكركم الكركم أنتي انفلماتوري مضاد للالتهابات والألام اللي بتيجي لنا في الجسمنا وبالعضلات ليها علاقة جدا بالإنفلميشن جسمنا بيقى ملتهب هنحط من الكركم معلقة صغيرة ومش هيعمل سبغة بالعكس هيدي لون فيبراند حلو كده زيتان للجسم معلقة صغيرة من الكركم هنحط كمان عليهم معلقة كبيرة من العسل العسل من المرتبات الطبيعية احنا لازم بقى ده كده راتب شوية فهنحط معلقة كبيرة من العسل كل اللي هنستخدمه حاجات طبيعية تبين شوية كمان العسل أصلا مضاد بكتيري يعني وإحنا من قشر جسمنا برضو منستخدم حاجة لو في أي ميكروبات أي حاجة في المية فيساعدنا أنها تعقمها هنحط معاهم زيت الليفندر موجود عند رجب العطار احنا الزيوت كلها جايبينها من رجب العطار هنحط زيت الليفندر هنحط مثلا نص معلقة أو معلقة معلقة صغيرة من زيت الليفندر احنا الروتين ده روتين المساء فعايزين حاجات لتهدي وحقول لكم دلوقتي حالا بعد ما نعمله فوايد الليفندر هنحط برضو من الزيوت الطبيعية بصوا هنقراهم تاني ملح سكر كركم عصر أبيض زيت الليفندر كاموميل مجفف احنا قلنا الكاموميل اللي هو البابونج اللي احنا بنشربه هو مهدئ حنستخدمه برضو هنا كمقشر لانه هو خشن زي ما نشايفين حفرك الكاموميل كده على فكرة المحلات اللي بتبيع الحاجات دي في اوروبا وتبقى غالية جدا لوجود الحاجات بشكلها الصرف الطبيعي ده بتخليها غالية جدا انتوا هتعملوا الحاجات اللي هي هوم سبا بتكاليف مش عليه هنحط معلقتين كده من الكاموميل ودلوقتي ممكن نحطي اما زيت جوز الهند أو زيت الزتون او اي زيت مثلا عندنا هنا زيت الافوغادو اوكي في الشتة زيت الزتون بيمسك شوية من الحاجات اللي تبقى زي السمنة عاملة فاحنا ممكن نستخدم مثلا زيت الزتون زيت الزتون رائع للبشرة بفلسطين اول ما الطفل بيتولد بيدهج جسمه كله يوميا بزيت الزتون بعد الحمام مفيد جدا للعظم فاحط شوية زيت الزتون معلقتين كده ونبتدي نخلط السكراب ده ما بين العسل والزيت والملح والسكر وحطينا الكركم وحطينا زيت اللافاندر وحطينا الكاموميل الجورز دي اللي بتشتروها بتبقى غالية جدا على فكرة السكرابس والحاجات التجميلية دي وبيبقى فيها ساعات عطور مش طبيعية ومواد كيموية احنا هو بصوا 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 السكراب الطبيعي ده وشويفين الكركم ما سبغش خالص بفرقه كويس باش عشان ما يبقاش فيه كتل عشان مريحته ريحته تجنن لانو ريحت اللافاندر روعة هنقوم جايبين جار بصونا هعمل حاجة حالا هحط ده جنبي وهجيب مية عندنا المية هنا وهعمل سكراب لإيدي وإحنا كده مع بعض هنستخدمه بقى نجرب الحاجة هنحط شوية مية هنا وبكل بساطة بنعمل تقشير شايفين بحركة دائرية كده هستخدم اللي كانوا على إيدي أهم بحركة دائرية كده الاحتكاك بتاع السكر والملح احنا ممكن نحط كمان لافاندر انا واريتكم اللافاندر اللافاندر لو متوفر ده من أزهير تلاقوه أونلاين نحط شوية لافاندر شايفين دائغلة كده بقى بالكاموميل واللفاندر بصو تحط في علب كده الشيك جدا فهناخد شوية منهم أهم ونعمل التقشير العسل والزيت بيخلوهم جنتل على البشرة وعلى فكرة لو حابين احنا ممكن نحط اللامون فين يا شباب احنا كنا حطينه هنحط شوية عصرة لمون اسألوني ليه اسألوني ليه يا كنترول اللمون بيزيل البقع اللمون بيشيل البقع الحمض اللي في اللمون بيقلل التصبغات فشوية لمون مع السكراب ده بيخليمون عاش حواريكم ايدي بصوا ايدي حمرت ازاي هنغسلها هنغسل ايدي تانية هنا بس عشان نشوف شايفين الطبقة شايفين جلدي بقى احمر ازاي احنا كده شلنا الطبقة الخارجية من الجلد الميت الجلد كده كده بيتجدد كل فترة ولازم نشيل طبقة الجلد الميت تعالوا منشف ايدنا ونشوف تأثير لسكراب انا هنا ما عملتش سكراب صح في اليد دي وهنا عملت نبص على اليدتين بصوا الفرق شايفين حرقنا الدورة الدموية شلنا الجلد الميت ونبقى جاهزين للخطوة اللي بعدها تعالوا نحط السكراب ده في علبة هاتوا هنحفظه هاتوا معلقة وننقله في علبة ونحطه زي ما هو كده مش محتاج اي تلاجة او اي حاجة بنحطه في الحمام ونعمل تقشير لجلدنا وده تحضير للخطوة اللي جاية هنستخدم شاورجل طبيعي وانا بنقله كده هقول لكم فوايد الكاماميل ارتخاء العضلات علاج الام الظهر تخفيف التهاب وتهيج الجلد تسريع التئام الجروح وتفتيح البشرة اذا البابونج بفتح برضو البشرة تكلفتها تفتكروا كامل لعلبة دي ملح وسكر كركم عندنا في البيت زيت زتون عندنا في البيت كل دا لسه ما اشترناش حاجة معينة زيت الزيت تكلفتها بسيطة جدا اللي هي زيت اللافندر والزيت العطرية الكاماميل برضو مش غالي من عند العطار وكمان حطينا حطينا ايه عسل معلقة عسل بس وعصرة لمون بص التكلفة قد ايه لا تتعدى يمكن الـ 50 جنيه صح؟ نشوف مع بعض اصبح عندنا هنا تعانوا نكتب سريعا اذا سكراب شفتوا مشاريع على فكرة انا بديكم افكار لمشاريع تعملوها بالبيت عندنا مقشر طبيعي مقشر طبيعي للبشرة حاسبكم تفكروا تقدروا تعملوا خلاطات تانية ايه خلال الفاصل هروأ المطبخ ونرجع نعمل شاورجل طبيعي مهدق ولطيف على البشرة اشتركوا الأمر